السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد علاق من قناة ايزي بايكر معنا النهاردة المنتيكل لسه نازل السوق محاير الناس محاير الناس كتير مش عارفين هل المنتيكل ده هيبقى عملي معاهم لا انا فقا بالضبط تقدر تشتري المنتيكل ده ان شاء الله بعد ريفيو ده هتعرفوا كويس ان شاء الله هل المنتيكل ده مناسب ليكو ولا لا هو المنتيكل بنيلي تي ان تي 135 نبدأ من وصفات الفيديو مع بعض اول حاجة المنتيكل ده 135 سي سي بقوة 9 حصان والمنتيكل الارتفاع من الارض لفوق 102 سنتي ونص اما الطول من العجلة العجلة 184 سنتي الوزن 116 كيلو ده يخلي طبعا المنتيكل ده من اصغر المنتيكلات اللي ممكن تشوفوها في السوق عموما الوزن بتاعه متوسط لو هو حفيف ولا تقيل سعة تنك البنزين 7.2 لتر ده يخليه تقريبا اقل سعة تنك في المنتيكل ممكن تلاقيوها في السوق ويخلي التفويلة بتاعته لو لتر البنزين ب7 جنيه ونص التفويلة كلها بـ 54 جنيه بالزبط زنوط امامي وخلفي 12 فرام الامامي وخلفي باكم من المنتيكل الواحد سيلندر وتبريد زيت وخمس نقلات او خمس غيرات عنده مساعد خلفي وراء واحد مش اثنين والاتنين مساعدين لقدام مقلوبين المنتيكل حاليا سعره في السوق يعني بتراوح بين 25-25.5 على حسب السوق طبعا السعر ده متغير ده حسب وقت تحميل الفيديو طيب نبدأ بقى شرح المنتيكل ده من قدام الوراء عندنا ده وش المنتيكل من قدام هتلاقي الفانوس بتاعه بيميز جدا جدا المنتيكل ده بطريقة رهيبة هتلاقي هنا اربع عدسات جوه في الفانوس لاية واحدة ولا اثنين لا هتلاقيوها اربعة جنب بعض هتلاقي هنا في حتة كمان تحت صغيرة ده نور الواطي او بيبقى شغال معاك هتلاقي عندنا هنا الانوار ال ايدي الاشارات بشكل لزيز العدسات كلها هتبقى واضحة قوي في المنتيكل بشكل مميز جدا جدا الوش هنا هتلاقوه متأسم تقسيمات لزيزة مفيش اي سكرين العداد اهو عندنا هنا حر مفيش اي حاجة قدامه كده كده المنتيكل قصير جدا ده انت ردين بالكو ده عندنا ده المنزر وده يعني هيكون بيميز جدا المنتيكل ده غير الحجم طبعا بتاعه هنلاقي هنا الاتنين مساعدين باللون الفضي هتلاقيهم طخان شوية ومقلوبين ده طبعا بيساعد على اللعب بالمنتيكل والتوازن وكلام ده حجر يضيق يعني في المنتيكل تمام هنلاقي هنا الرفرف الرفرف بتاع المنتيكل تقسم فيه زي كتعتين من عجناب تحت المساعدين على طول فيه شوية لعب وصفي فتحات جوه الرفرف ده حاجة قليلة لما تلاقيها في رفرف عموما في المنتيكل فيه فتحتين هنا من جنبين هتلاقي هنا علامة بنيلي بشكل نذيذ هنلاقي الجنط بتاعنا الصغير جدا 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 جانط اتناصر بفرامل باكم هنلاقي طبعا هنا البلف طالع بالجنب بان الجنط صغير جدا هلاقي هنا طبعا جهز الفرامل بتاعنا باللون الاحمر مدي لون لذيذ جدا للمنتيكل بشكل حلو جدا مع الالوان الحامرة اللي في التانك مدي لون لذيذ اسود على احمر ده كده المنزر من قدام تشوف المنتيكل من ورا زيما المنتيكل مميز من قدام هتلاقوه جدا برضو مميز من ورا طيب المنتيكل هتلاقوه فاضي من النص هنا مش هتلاقوه في ديل مش هتلاقوه في رفرف نازل من فوق هتلاقوه الحاجة الوحيدة على العجلة ودي شكلها مميز جدا جدا طيب ايه مميز فيها مميز فيها ان هم حطين مكان يعني مخصوص عشان تحط النمر بتاعتك باللمبة بتاعته اغلب المنتيكلات اللي بتنزل الكافر اللي بيبقى العجلة من ورا ده ما بيكونش فيه الكلام ده ما بيكونش فيه الحاجات دي بيقى كافر فاضي تماما لا هنا نازل مجهز بما انهم مش حطين ديل من فوق تمام؟ ده كده المنزر بتاعنا هتلاقي عاكس نور بالاحمر اتنين عاكس نور بالجناب باللون الاصفر اه دوائر ده كده عنده المنزر ممتوب طبعا من الجنبين فهو اناشف مش اي كلام طبعا جنت الورا برضو اتناشر بجهاز فرامل برضو احمر شكل عزيز جدا هتلاقي طبعا منزر الجاكمان اللي هنتكلم عليه كمان شوية اه ظاهر من ورا بشكل رائع بصراحة يعني بيدي له منزر جميل جدا جدا للمنتيكل هتلاقي الاشارات بتاعتك بشكل انسيابي جميل قوي مع المنتيكل الطالع بصراحة زي حرف السي مدي شكل رياضي جدا من ورا للمنتيكل هفصي الكلام اللي احمر ده كل ده طبعا قلقي دي منزر حلو جدا جدا هتلاقي الحاجة بس يعني غريبة شوية هتلاقي ان السلك ده طالع من النص كده هتلاقيه حر مدي يعني منزر مش لذيذ من ورا شايفينه كان ممكن يخش جوه البادي او يتصرفه فيه بطريقة تانية دي الحاجة الوحيدة اللي شدتني من ورا ما كانتش لذيذة يعني تمام نشوف مع بعض العداد والزراير هنلاقي الزراير هنا كتلة طبيعية جدا جدا لان والقف هنلاقي الانوار هنا مقفولة كده اه يعني انوار خفيفة كده انوار اللي بتفرش هنلاقي هنا المارش وده المقبض بتاعنا مقبض تحسوا الياضي شوية في شوية لعب حاجات بسيطة منقض كده هنلاقي منحية التانية الكتلة برضو طبيعية جدا نرواطي ونور عالي في هنا زهار هنلاقي هنا الكالكس بس كده ما فيش اي حاجة تانية طبعا هنا مكان المريات لو عايز تحط المريات بتاعتك وهنا العداد هتلاقوا في حتة ديجتال وحتة الار بي ام بالعقربة بس كده طبعا العداد ان شاء الله سيكون واضح وكل حاجة هو متقسم تقسيمات لذيذة من جوه هنلاقي هنا مكان الكونتاك طبيعي هنا تقدر تقفل الجدون مش من الجنب مش من هنا لا تقفل الجدون من فوق مكان المفتاح الطبيعي هنلاقي هنا بقى التانك بتاعنا طبعا التانك صغير جدا يعني بصوا ايدي عليه شبه مغطية كله المكان انت بتحط فيه البنزين عادي جدا ويتفتح طبيعي عادية التانك شكله لذيذ مع انه صغير اي احنا قلنا انه 7.2 لتر ده يخليه زي ما قلتلكم من اصغر التانكات الممكن هتلاقوها في الموتسكلات في السوق المصري مكتوب هنا على التانك 135 شكل لذيذ اوي يعني فيه تقسيمات ابيض في سود مخطط كده لون احمر نكتوب فيه بنيلي هنلاقي هنا علامة بنيلي وبردو شكلها لذيذة على التانك التانك طبعا مدي شكل رياضي جدا جدا للموتسكل الموتسكل كله طبعا رياضي ده اللي احنا اتكلم عليه كمان شوية هنلاقي هنا هننظر لذيذ من جوة فيه لعبة كتير في التانك مع انه تانك صغير جدا تمام هنلاقي هنا الكورسي بتاعنا كورسي عادي خالص يعني فيه لعبة كتير حيث انه مسطح مع انه قطعتين مش قطعة واحدة هتلاقوا المكان ده طبعا عشان تشده منه الموتسكل الحاجات دي بتبقى نازلة في الموتسكلات العالية ستوميات والالف طبعا لو الموتسكل تقيل عشان تعرف تشده الكلام ده نازل هنا برضو مدي برضو منظر رياضي داي هنا تي ان تي مية خمس تلاتين هنا بقى نشوف الجاكمان بتاعنا الجاكمان شكله حلو جدا جدا ده نازل الستوك مع الموتسكل مع انه هنا كأنه تعديل يعني الجاكمان دي بتنزل تعديل في الموتسكلات العالية وكلام ده الناس بيحبوا يجيبوا الفردتين جنب بعض هلاقين هو لون واحد بس هو لون فضي حتى القفر بتاعه لون واحد وهو لون فضي مع ذلك برضو شكله حلو جدا هلاقين الفتحتين كبار واضحين في شكل ثيابي طالع كده مع الموتسكل مع الاشارات تحت الاشارات على طول تحس ان كلهم ماشيين مع بعض هتلاقي المكان تحت على طول اللاكب اللي ورا بيحط عليه رجله شكله غريب ممكن ما تكونش شفتوه قبل كده في فتحة في النص في زي الكورة في الاخر باللون الاسود هنا بتاع الحيسوء الموتسكل عادي خالص يفوش اي لعب وهنا طبعا دراع الفرامل ده منظر الموتور هتلاقي هنا الشاسية بتاع الموتسكل باللون الاسود عكس تين تي المية وخمسين بيكون باللون الاحمر فكان مبين الموتسكل شوية كان باللون الاسود يعني متحسوش بارز اوي او مش باين اوي بس مع ذلك برضو شكله جميل ممام ده اللي حتلاقوه متقل شوية الموتسكلة يعني الموتسكل حجمه صغير بس برضو مية وستاشر كيلو ده خليه تقريبا نفس الوزن الموتسكلات المية وخمسين والمتين طيب هنلاقي هنا نفس الكلام استرز الورا او المكان اللي بيحط الراكب الورا على رجله هنا ده النقلات يعني عادي خالص مفوش اي لعب هنا نفس الكلام الموتور مفيش لعب كتير برضو غير برضو هنا الشاسية عاملة زي الكراش كيج اللي بيتركب عشان يحمي الموتسكلات مفيش اي حاجة تانية طبعا السنادة العادية هنا مفيش حملة نص اللي بتوقف الموتسكل عليها طبعا هنلاقي هنا سربنتينة الزيت بانه تبريد زيت اه داخلة جوة الموتسكل بشكل عزيز مش حرة مش اه مش عطينا اي كلام طيب مين الفئة اللي تقدر تشتري الموتسكل ده الموتسكل ده جماعة اصلا اساسا ان هو بتاع لعب الموتسكل ده حجمه صغير عشان يتلعب بيه تبقى اه ملكه كويس تبقى حكمه كويس يبقى صغير في ايدك تعرف ترفع تعرف تبايق طبعا مش بقول كده عشان انتو تبايقوا بيه عشان تجيبوه عشان تبايقوا الكلام ده بسبب الموضوع ده ان هو اصلا نازل عشان اللعب يعني الامكانيات بتاعته نازلة كويسة جدا سواء الفرامل والانوار الال اي دي والكلام ده كله امكانيات حلوة جدا مع الحجم الصغير ده مع التنك الصغير ده طبعا التنك ده ما يخلهوش عملي خالص تقريبا المشاوير الكبيرة والكلام ده كله ده يخليه برضو يعني بوسط ناحية ان هو بتاع لعب اكتر من هو يبقى بتاع مشاوير وصغل والكلام ده في برضو الفئة التانية اللي ممكن تجيب الموضوع ده لولادها مثلا عشان يتعلمه عليه بما انه موضوع صغير مش كبير او الناس اللي عايزة لست تعلم على حاجة صغيرة بس برضو بالسعر بتاعه اللي هو سعر حوالي 25 او 25 ونص هي بصعب شوية ان حد يجيب موضوع عشان يتعلم عليه ب25 و 25 ونص فيه اسعار اقل من كده 250 سيسي كمان و 150 سيسي طبعا كلها ازواء كلها اراء بتختلف ما بين كل واحد واحد بس انا حاولت على قد ما اقدر ابينكوا كل حاجة في الموتسيكل هو موتسيكل جميل جدا العيب الوحيد اللي فيه ان هو الحجم الصغير طبعا تانك البنزين الصغير ده ما يخليش ان الواحد يعرف يشتغل مثلا لو هجيبه الديليفري او هيروح بمشاوير كتير هيخلي البنزين بتاعه يخلص بسرعة اه من الوحد عنده اسئلة هيكتبها في الكومنتات انا عبرده على الكومنتات كلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته